صاحي من النوم السمش نعمل لساعدين بس قلينا ألبس النظارة عشان أكشاء معكم وصباح الخير على كل حال صباح الخير مع أنه الأخبار اللي سمعناها يعني مش خير ولكن الحمد لله رب العالمين يعني بتهرفوا أنا قبل ثلاث ساعات نزلت فيديو روحت نمت أنه فيه أسيرين انزقتوا من ورا الدواسيس والعملة والخوانة صبحت الصباح فيه كمان أسيرين انزقتوا صاروا أربع أسرة من الأسرة الأبطال اللي كسروا أقوى سجن في العالم من هالزيون المصنفة قوية وحفروا وطلعوا منه ويعني قصتهم يعني يرفع بها القبعات والرؤوس تمام وها دولة أبطال بنظرنا وظل أسيرين تمام والله يسطرهم الله يسطرهم تمام يعني بس أنا مستغرب أبطال زي هيك دافعوا عنكم ودافعوا عن أرضكم ما قدرتوا تأمنوهم ولا قدرتوا تساعدوهم طب ياخد عموهم بسلاح مسلاح معبّة ولا بترفعوه على بعض في المشاجرات ولا بالعراس بتتخطقوا فيه أنا بحكي واقعي قاعد ولا ما قدرتوا تأمنوهم ما قدرتوا يعني تخبوهم عن الجواسيس والعملة والخوانة عدمين الشرف ما قدرتوا أبدا بس قدرتوا أنه تطلعوا لي اتغنوا لي يا زكريا ومن حفرة لحفرة يا محمود الآهرتة بس شغل أغاني وأشعار بس فلسطين بدأ فعل أقسم بالله ما بحب بحكي عن فلسطين أنا هاي بعيدة للمرة الثالثة بتعرفوا ليش؟ لأنه فلسطين أكبر من السجير أنا مزي غير أتاجر فيها وأروح واجي زي إعلاميا أو أعمل حالي بطل وهم على السوشال ميديا ولا سياسيا لا فلسطين بدأ فعل وأنا شخصيا ضعيف بس أنا فيه أحيانا أنه أستخدم كاميرتي لأساعد إخوان إلي أنا فيه أني أدعي لهم إلا أن يشاء الله ونروح عليها ونستشهد فيها كيف بدنا نعيش؟ كيف بدنا نعيش؟ لأنه موت شهده شرفين والله خبر مؤسف جدا للأسف يعني أنا حزين حزين جدا يعني جواي كلامي كثير ولاد بلدكم ما قدرتوش تحموهم؟ يقولوا ليش مغلوبين عامركم؟ يقولوا ليش مغلوبين عامركم؟ اللي عملوه إشي خارق تم كملوا كملوا الإشي السهل ويا خاين ويا جسوس ويا عميل والله إذا ما أخذت عقابك في الدنيا في الآخر هتأخذ عقابك بس لا حول ولا قوة إلا بالله الله يكون معهم الله يحمي الأسرين اللي يضلوا والله يخفف عن أهليهم اللي ما يخلوا حدا اللي اعتقلوه والله يكون مع فلسطين تآمر داخلي عليها وخارجي وبالنسبة لها مفتي فلسطين بسر تتحرم الهروب من سجون الكيان السوس لا حول على قوة إلا بالله آخ والله ما حبيت أصبح عليكم في هذا الصباح بس هذا الكلام اللي زمين حكوا وبأنهي تز بعالم ما بتحمي أبطالها